أشواط طويلة قطعتها دبي في مسيرتها الرامية إلى جعل الإمارة لتكون المدينة الأذكى والأسعد في العالم وقد حققت تفوقا نوعيا يفي بذلك بتوفيرها أكثر من ألف خدمة ذكية لغاية الآن من خلال توظيف التكنولوجيا لتحقيق حلول ذكية تستهدف المواطنين والمقيمين فيها طبعا اليوم دولة الإمارات بشكل عام وحكومة دبي بشكل خاص من الرواد اليوم ومش بالمنطقة صراحة بلشوا يصيروا من الرواد كمان بكل العالم يعني صاروا عم بيطلعوا للخارج وعم بيقدروا يساعدوا الخارج ببعض الأفكار يلي بلشوا فيها بالإمارات وصارت عم تتصدر للدول الثانية طبعا الهدف هو نوصل دبي تصير المدينة الزكية يلي بتقدم أحسن الخدمات للمواطنين والوافدين لمدينة دبي ولدولة الإمارات بشكل عام ولم تتحرك دبي نحو عملية التحول الذكي إلا وفق دراسات وضعت من خلالها أجندة للسعادة بهدف دراسة تأثير هذا التحول إيجابيا على سعادة المتعاملين كما أطلقت الإمارة استراتيجية غير مسبوقة من خلال التحول الرقمي الكامل للمعاملات الحكومية بلا ورق بحلول العام 2021 للإسهام في توفير طباعة أكثر من مليار ورقة سنويا واستثمار كلفتها في جوانب تنعكس إيجابا على الإنسان وسعادته حاليا اللي احنا شايفين التوجه العام إنك مجرد بتبعث إيميل ولا بتخش على صفحة بتدخل شوية بيانات بتحط الكارد نمبر بتاعك والعملية بتتم وتوصل لك الرخص على البيت والموضوع كله بيخد أقل من عشر دقيقة من وقت أي شخص فده طبعا بيزود من بيفرغ وقت الناس إنهم يعملوا الشغل اللي المفروض يعملوا وفي الإطار العام فقد حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع إطلاق مبادراتها للتحول نحو الحكومة الذكية باشرت جميع الجهات الحكومية النظر في استراتيجياتها وخططها وبذلت جهودا كبيرة في توفير الخدمات الحكومية للجمهور لتكون على مدار الساعة ولتحقق جودة حياة عالية للقاطنين والزائرين على حد سواء إنجازات كبيرة استطاعت الإمارات تحقيقها في الطريق نحو التحول إلى الحكومة الذكية والتي تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ مكانتها التنفسية عالميا وتحقيق رؤيتها بأن تكون واحدة من أفضل الحكومات على مستوى العالم بحلول العام 2021 عبدالله الزعبي في قناة الغد دبي